شكلت ولاية ويسكونسون أكبر مفاجأة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016 لم يتوقع أي أحد أن تصوت الولاية لدونالد ترامب لدرجة أن هيلاري كلينتون لم تزر الولاية منذ الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وأرسلت ابنتها وزوجها بدلاً منها في الحملات الانتخابية من الضروري أن يأتي المرشح إلى هنا من الجيد أن ترسل من ينوب عنك إنما من غير المعتاد أن لا يأتي المرشح وكان باراق أوباما حصل على تأييد الناخبين الذين يصوتون في العدل الديمقراطيين في هذه المنطقة عامي 2008 و2012 غير أن كلينتون فشلت في تحريك الناخبين خصوصاً دويل أصول الأفريقية في مدن مثل ملووكي لم يشارك كثيرون هذا العام في عمليات التصويت لأنهم لا يعرفون شيئاً عن ترامب وهيلاري على حد سواء وتتخلص هذه الآليات من بقايا ما كان يوماً أحد أهم مصانع السيارات في كينوشا وعندما أغلقت شركة كرايسلر آخر مالكي المصنع أبوابها في العام 2010 بات 500 موظف من دون عمل فلقي أعلان ترامب أنه سيعيد الوظائف إلى أمريكا أصداء إيجابية هنا الديمقراطيون الذين صوتوا لترامب فعلوا ذلك بسبب حديثه عن بناء الجدار ليس لكونه سيقوم فعلاً ببناء الجدار بل لأننا نخسر وظائفنا التي تنتقل إلى بلدان أخرى وهذا ما حصل في كينوشا جيل صوتت لترامب هي تعمل اليوم في مصنع للإلكترونيات لكنها عانت يوماً من البطالة وتشعر بالأحباط جراء الوضع الاقتصادي الراهن عملت جاهدة طوال حياتي وقد عانى زوجي أخيراً من أزمة قلبية وتم الاستغناء عن خدماتي طلبت معونة لكن طلبي كوبل بالرفض لكن المكسيكيين وذوي الأصول الأمريكية اللاتينية يأتون إلى هنا ويحذون بالمساعدات وقد حصل ترامب تقريباً على عدد مماثل من الأصوات التي حظي بها ميت رومني في ويسكنسون عندما خسر أمام أوباما في العام 2012 إلا أن أحباط الناخبين حرم كلينتون 27 ألفاً من الأصوات المحسوبة على الديمقراطيين ترجمة نانسي قنقر